بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين طلبة وطالبات مدارس المنتزى الخاص ان شاء الله النهاردة هيكون معاكم مستر عمر راتب وهنعمل مراجعة على مقرر مرهج نوفمبر اللي هو داخل في ابتحان الشهر ان شاء الله تعالك انشوف الاسئلة بتاعتنا بتقولين ايه السؤال الاول عندي بيقول لي من الادوات التي استخدمها النجار في عمله هنا هنختار الشاكوش ضوء نقاط هو افضل الافضل للمو النباتات طبعا ضوء الشمس تلاتة لحماية الخشب من عوامل الطقس يقوم النجار بديهان الخشب بفضل العلم اصبح من الممكن ان نزرع بدون تربة مدى الادوات التي يستخدمها النجار لتنعيم حفة الخشب الفقرة هجر دكتور فاروق الباز الى امريكا للعمل هناك لبعده يعتبر خشب نقط احدى انواع الاخشاب اللينة خشب السنوبر سؤال اللي بعده تشمل الحرف اليدوية الصناعية صناعة السجاد من خصائص خشب نقط تعفنه بسهولة القيكب آآ لسؤال اللي بعده يحتاج الحرفيون الى مهارة التفاوض على نقط مع العملاء التفاوض على الاسعار لبعده يتميز خشب نقط بلون شديد السواد طبعا خشب الافريكي او الافريكي الاسود كل مما يليه يعتبر من المشكلات التي تواجه الحرفيون مع عدة هنختار ارتفاع درجة الحرار سؤال اللي بعده يتمتع خشب نقط بدرجة مقومة عالية ومقومة للتعفن طبعا هنا هنختار خشب الارز السؤال اللي بعده بيقول لي اذا طلب احد والدالك القيام بمهمة عليك ان تستمع جيدا لما يقول سؤال اللي بعده اشتريت كرسي مصنوع من الخشب الافريكي الاسود لذا فهو يتميز بالصلابة سؤال اللي بعده يستخدم النجارون بعض الادوات نحت الخشب هنختار الازميل اللي بعده تخرج دكتور فاروق الباز من كلية نقط جامعة عين شمس فاروق الباز تخرج من كلية العلوم السؤال اللي بعده يستخدم النجار نقط لتنعيم الخشب الصنفرة البروفوسير بريان بومة عالم بيئة من المهارات التي يتمتع بها النجارون الابداع السؤال اللي بعده الهدف من مشروعات الاستصلاح الزراعي هنقول توفير الغذاء سيغة سؤال تاني هنا ضع علامة صحة وخطأ العمل الذي يقوم به النجار يعتبر فن وليس مجرد حرفة طبعا الاجابة غلط استهلك زراعة الاكوابونيكس مياه وطاقة اقل من اساليب الزراع التقليدية الاجابة صح تلوين ودهان الخشب يحميه من عوامل الطقس والرطوبة الاجابة صح الأربعة اقامت الدولة العديد من المشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة مساحة الارض المزروعة طبعا الاجابة صح خمسة اتميز الخشب الافريق الاسود برائحة زكية مميزة طبعا غلط ستة يحصل دكتور فاروق الباز بشهرة واسعة بسبب عمله في ناسا صح من المستحيل التعامل مع الخشب الافريق الاسود باستخدام الادوات العادية طبعا الاجابة صح السؤال البعد رقم تمانية استخدم خشب القايقف في مصر القديمة في صناعة العربات طبعا صح البروفيسير بريان بومة عالم بيئة يدرس التغيرات في النظام البيئي الاجابة صح تتشابه جبيع الانواع في الاخشاف في الخشائص غلط عندما يكون الطقس غير مناسب للزراعة يفضل ان نزرع بدون تربة طبعا الاجابة غلط استخدم النجار بعض الادوات للحفرة في الخشب مش للشريط القياس طبعا قلنا لقا قلنا بكال الازميل تجمع زراعة الاكوا مونيكس بين الزراعة المائية وتربية الاسماك الاجابة صح من امثلة الحرف اليدوية صناعة الهواتف المحمولة طبعا الاجابة غلط من المصادر الجيدة للضوء الصناعي مصابيح الليد والفلوريسنت صح يواجه الحرفيون صعوبة في الحصول على المواد الاجابة صحيحة تعالا كده نشوف صيغة تانية من السؤال اللي بعد وهنا بقى مديني كلمات وانا هحطها في الجمل نقط من العناصر السئلة لنموه النبات طبعا احنا هنختار الدوء اتنين الدكتور فاروق الباز عالم متخصص في الجيولوجيا خشب نقط يتمتع بدرجة مقاومة عالية ويقاوم التعفن خشب الارز نستخدم نقط لتنعيم الخشب هنقول ورق الصنفرة اخر سؤال يهدف مشروع استصلاح اراضي الصحراء الغربية الى زيادة الاراضي الزراعية بنسبة تلاتين في المائة القطع اللي بعدها يستخدم النجار نقط لحفر للحفرة على الخشب هنختار الازميل يتميز نظام نقط بانها توفرنا بتاعة صحية بدون استخدام تربة الزراعة المائية يكون النجارون بنقط اعمالهم الخشبية لحمتها من عوامل الطاقس دهان تخرج الدكتور فاروق الباز من كلية العلوم خمسة يمكن تنعيم حافلة الخشب باستخدام الفقر تعالى كده نشوف القطع اللي بعدها يعتبر الخشب الافريقي الاسود من اكثر انواع الخشب صلابة يحظى الدكتور فاروق الباز بصهرة وساعة بسبب عمله بوكالة الفضاء ناسا لا يستخدم نظام زراعة الاكوابونيكس الاسميدة الصناعية البروفيسير بريان بومة عالم بيئة ومؤلف عندما يكون الطاقس غير مناسب لزراعة نبات ما يمكن ان زراعته في الصوبات الزراعي كده دي مراجعة شهر نوفمبر حاولنا انلمه اكتور قدر ممكن اشوفكم المراجعة الجاية بازن الله على خير